السلام عليكم ورحمة الله عزيزي المشاهدين النهاردة في برنامج عيادة الصحة بنتكلم على استكمال الحلقة اللي فاتت اللي هي بنشوف كأننا في عيادة جراحة مخ وعصاب وعمود فقري يوم في العيادة بنشوف الحالات أو أكتر الحالات اللي بتعرض علينا وبالتالي بنقدر أن احنا نكافر أو نلم أكتر عدد من الحالات الشائعة جدا اللي بنشوفها في عياداتنا كل يوم ونتكلم على أعراضها وطرق علاجها وتشخصها وكذا كنا الحالة اللي فاتت بدأنا قلنا بنشخص بعض الحالات حتى قبل ما الطفل يتولد وهو في رحم الأم كجنين أثناء ما بنعمل سنار على الجنين عشان نتطمن على وضع الجنين أثناء الحمل وقلنا أنه بعد الولادة من سن يوم لحد سن الطفولة اللي هو بيوصل عندنا في مصر لستاشر سنة وطمانتاشر سنة بتبقى فيه أمراض شائعة اتكلمنا على بعض العيوب الخلقية اللي بتظهر في المخ منها الاستسقة بتاع المخ أو ارتفاع ضغط المخ وممكن يكون مصاحبه بعض الخلل في التقام الفقرات في أسفل الظهر ويطلع كيس من أسفل الظهر اتكلمنا فيه إزاي نعالجه سواء كان بالصمام أو بالمنذار ونعمل أنهي الأول وقلنا كمان أنه في بعض الحالات اللي بتستجيب للعلاج بالمنذار إذا كان سنها أكبر من سنة وبعدين بدنا نتكلم على بعض الأمراض الأخرى اللي بنشوفها في عيادات جراحة مخ أو أعصاب بالنسبة للأطفال واتكلمنا شوية على بعض الإصابات اللي بتيجي للطفل نتيجة وجود أورام في المخ أشهر مكانين بيحصل فيهم أورام المخ في الأطفال الجزء الأولاني اللي هو فوق الغدة النخمية ده الجزء الأمامي اللي هو بيبقى موجود بيأثر على الإفرازات الهرمونات اللي بتطلع من الغدة النخمية ويأثر كمان على العصب البصري اللي موجود فوق الغدة النخمية فما بيطلع أورام في هذه المنطقة ويبدأ يجبر بنلاقي إنه فيه جزء منه بيبقى جامد ناشف وجزء فيه شوية كالسيوم وجزء فيه حويصلات أو سائل ما بيبدأ يجبر ويطلع لفوق بيضغط على العصب البصري فالطفل بيبدأ يشتكي إنه النظر بتاعه بيتدهور ويبدأ يشتكي إنه فيه حاجات ما عادش شايفها نتيجة إنه مجال الإبصار بدأ يقل عنده ويبدأ يشتكي من صداع وإذا كان سنه صغير وما يعرفش يعبر أو يتبس لقيه بيعيط لأسباب غير مفهومة وبالذاته هو نايم يقوم من النوم مفزوع وبيعيط جامد جدا نتيجة إنه الصداع بيزيد أكتر والمريض نايم بالليل لإنه ما فيش صرف المية من المخ بيقل فضغط المخ بيزيد جدا أثناء النوم فتلاقيه يصحى مصدع قوي ولو مش قادر يعبر بيعيط جامد ومع هذا الصداع مهما تعمله وما بيروحش إلا لما يبدأ يرجع ويستفرق فضغط المخ يبدأ يقل مرة تانية والصداع يبدأ يتحسن أحيانا كتيرا بيحصل نزيف جوه الورم دا والنزيف دا بيبقى فيه زي مادة كوية كده بتهيج خلايا المخ فتلاقي الطفل دا يجيله تشنجات أو يجيله سرع أو يبدأ يحصل غيبوبة أو يبدأ يحصل حركات لا إرادية في الجسم ومش مصاحب لها لا حرارة ولا ألم ولا أي حاجة إنما هي مجرد تشنجات سرعية نتيجة وجود ورم عامل تهيج لخلايا الإشرة المخية وده يؤدي إلى حدوث تشنجات وقد تكون مصاحب معها غياب عن الوعي الفترة وعد كده أول ما التشنج يقف يبدأ يسترد وعيه مرة تانية في هذه الحالات إحنا بننصح أنه لازم بسرعة نتحرك ونعمل فحص قاعين هيبين إذا كان فيه ضغط على العصب البصري ولا لأ ونعمل أشعات سواء كانت أشعات مقطعية أو الأشعة المفصلة جدا اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالسبغة نقدر نعرف منها مكان الورم وحجمه وضغط على الغدة ولا لأ أو ضغط على العصب البصري اليمين أو الشمال أو الاتنين أو المنطقة الوصلة ما بين العصبين البصريين أو جاي شمال شوية جاي مين شوية في حويسلات في جزء صولد في جزء في كالسيوم نقدر نعرف تفاصيل كاملة علاقته كورم بالشرايين المخ الطبيعية اللي موجودة في هذه المنطقة لأن الحفاظ عليها شيء مهم جدا يساوي حياة المريض أثناء التدخل الجراحي بعد ما بنوصل لهذا التشخيص وبتبقى الأمور واضحة لأنه في أغلب الأحوال الورم ده بيبقى فيه التلات علامات اللي قلنا عليهم الجزء الصولد أو الناشف أو الصلب والجزء اللي فيه تكييسات كالسيوم والجزء اللي هو فيه حويسلات أو سيست أو سائل ده التلات أجزاء دول غالبا بيبقوا موجودين في هذا النوع من الورم اللي بيبقى موجود فيه أعلى الغدة النخمية فالمكان بيبقى مميز جدا والسن واضح جدا أنه في أطفال صغيرة وشكل الورم بالتلات أجزاء بتوعه دول بيبقى باين جدا في الحالات اللي زي دي احنا أحسن حل دايما نعلم الدكاترة بتوعنا ما يجو يوضو دكتوراه أنه نقوله المرة الأولى أو الجراحة الأولى بعد أول تشخيص هي أهم جراحة لأنه لو قدرت تشيل هذا الورم كاملا العين خلص العين ده خف وده ورم حميد والارتجاع بتاعه يبقى صعب والمريض يعيش حياة طبيعية وممكن اللغبطة بتاعته بتاع الهرمونات اللي مخليا قصير أو البلوغ تأخر أو التحكم في البول بقى بيدخل طايلت كتير أو يعمل كمية بول كتيرة أو يجيله سكر أو يجيله اضطرابات في الغدة الدرقية كل دي حاجات أو يجيله اضطراب في هرمون النمو كل دي أشياء بتؤثر في نمو الطفل فإذا قدرت أن أنت تشيل الورم ده بشكل كامل هتحافظ على الغدة النخمية وهتقدر أن انت كمان تحافظ على العصب البصري في النظر في العين اليمين والنظر في العين اليسار ومجال الإبصار يفضل سليم إنما لو اتشال الورم ده جزئيا وتساب منه أجزاء بيرتجع مرة تانية وما بيرجع مرة تانية للأسف بيبقى فيه التساقات في هذه المنطقة الحساسة جدا اللي فيها الغدة النخمية واللي فيها العصب البصري واللي فيها شرايين المخ واللي فيها الأوردة الهامة جدا بتاعة المخ فتلاقي العملية نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة لقدر الله لو حصل ارتجاع بتبقى صعبة جدا ونتيجها أقل واحتمال إنك إنت تقدر تشيل الورم بشكل كامل احتمال أقل بكتير وبالتالي إزالة هذه الأورم بصورة كاملة شيء مهم جدا طيب ناخد معنا تصال سيدة مهد فضلي السلام عليكم أعلم فان ده سمعت بصر حضرتك لما بجأ نام أجل بقى دماغي نملت كده كنت عم أعرف تأثيره إيه دوت من إيه شعرش سنك أديه خمسة وثلاثين بتتعلجي من ضغط أو سكر أو حر ده الحمد لله شيء حي يعني إيه دماغك نملت يعني إما بتحطيها على المخدة أو بتنامي عليها فترة يعني ده مش فترة حتى لو نمت أي فترة نمت أي ونعيمة كده دماغي من وراء كده خلية تنميل آه تمام أوكي نرد علي تفضل شكرا الجزء ده من من الشكاوى احنا جاين له في باقي الحالات اللي بنشوفها في عيادة جراحة مخوة وعصاب بالنسبة للكبار في السن إنما يعني عشان نطمنك ده بتبقى حاجة نتيجة الضغط على العصاب الحسية اللي هي موجودة في الجلد وأسفل الجلد ودي حاجة ما بتقلقش طبعا أنه هو بيروح أول ما بتغيري وضع جسمك وأول ما تضغط على المكان ده بينتهي وتقومي وتتمشي وبتاع بتاع التنميل أو الواجع بيروح خلاص ده ما بنقلقش منه زي واحد حاطت رجل على الرجل كده المدة طويلة قوي العصاب بيبقى الحسي مضغوط عليه وبالتالي بيجي لك الإحساس بالتنميل في الرجل أو ما تغير وضع رجلك وتحط رجلك جنبك وتبدأ تتمشى شوية أو تقعد أو تغير وضع الجسم التنميل بيروح وفي الحالة دي بتبقى الأمور ما فيش فيها ألأ أو حاجة عضوية طيب كنا بنتكلم بقى على الورم اللي هو بتاع فوق الغدى النخيمية في الأطفال وقلنا أعراضه وطريقة تشخيصه وعلاجه طبعا بطريقة جراحية طريقة جراحية دي قد تكون منظار عن طريق الأنف أو قد يكون فتح عن طريق الجمجمة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لو عملنا منظار عن طريق الأنف بنقدر أن احنا بيبقى لنا شروط إمتى نعمل المنظار وإمتى نعمل الفتح الجمجمة واستخدام الميكروسكوب لو عملنا منظار بنفتح الجمجمة من خلال الأنف يعني نفتح العضم بتاع قاعة الجمجمة من خلال الأنف وده بنحتاج أن احنا بعد ما نخلص شغلنا ان احنا نصلح المكان اللي فتحناه ده ان احنا نحط فيه بعض الانسجة بناخدها من اما تكون مخلقة من كاديفرز او جسس عن طريق ان احنا بنعمل ناخد مثلا جلد الجسس بيتعمله حاجة اسمها irradiation او اشعاع وده بيخليه استيرايل او معقم وما يعملش تفاعلات داخل جسم الشخص اللي بنحطه فيه ونقدر نكفر بالمنطقة عشان نمنع نزول السائل من المخ ناخد اتصال هاتفي تفضل يا فن عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة بسم سيدي دكتور انا عندي مشكلة انا عندي غضروفين في ظهري ايلا يوجدهم حواري 15 سنة كناتيجية شيلس إيل وكذا والغضروفين صغيرين كل الدكتور الا جمع يعني انهم صيحين وكذا وما انتبعوش العملية والجراحة كويس فدكات الأولورين راحة ومع العلاجة هي كويسة لكن الأساس أنا يعني مع زيادة الوقت أنا بحث بأنا مش ديس في ظاهري ويعني وصل الأمر إن أنا بتحرك بالعافية حتى ما بقدر شرط شغولي وكيبه فزورت الدكتور وكده قال لي برضو الموضوع مش عايز جراحة أنا مش عايز بأعمل إيه لكن الموضوع كمان إن أنا مساء ما بطبطة أزعى بحث أن ورث بيسيب مني بحثنا ما بقدر شأتحرك مش عايز بأعمل إيه عندي ألم شديد في عضلات ظهري برضو العضلات نفسها زي ما يكون وارمة بحثت على كيبت يعني المشي عندي في إيه برضو دي آخر مرة وزنك قدي أنا وزني 100 وطولك قدي طولي 17 أوكي شكراً أرد على حالتك تفضل دي برضو من الحاجات الشائعة جداً اللي بنشوفها كل يوم في عيادات جراحة مخوة عصاب وعمود فقري أنه يجي لك حد سنه ما بين خمسة وعشرين لحد ستين خمسة وستين سنة وبيعاني من ألم في أسفل الظهر ووجع في الرجل اليمين أو الرجل الشمال والوجع ده بيزيد مع المجهود سواء كانت قاعدة لفترات طويلة أو ماشي الفترة أو شيل حاجات تقيلة أو مجهود عضلي يبدأ يحصل أنه الوجع ده يزيد ويسمع أكتر في رجليه ويبقى ممكن معه تنميل في الرجل ويرتاح لما يبطل يعمل مجهود أو يغير وضع جسمه أو يبطل يشيل أوزان تقيل فالانزلاقات الغضروفية دي بتحصل في أي سن بس أكتر في السن اللي هو من خمسة وعشرين لخمسة وستين سنة وفي الحالة دي بننصح أن أنت تقللي وزنك مع دكتور تخصيص لأن كل ما الوزن بيزيد بيحمل على الفقرات القطنية الحاجة التانية نعمل تمرين عليك طبيعي لتقوية عضلات الظهر والبطن ونأخذ نعمل نلتزم ببرنامج راحة لمدة أسبوعين وبعد كده نأخذ أدوية مسكنات وبسط العضلات وفيتامين بي للأعصاب وبيحصل معنا تحسن طالما حجم الانزلاق الغضروفي مش كبير ومش ضغط على العصاب نأخذ الاتصال التليفوني التاني تفضل يا فانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي سبعين سنة كنت عملت حدثة بالعربية عملت عملية شريحتين في العمود الفقري في مستشفى عند شمس التخصصي إمتى؟ ده من حوالي عن ثمان سنوات وبعدين في السطر الأخيرة طبعا أنا عندي عظمة شوكية وغضروف وغضروف أرض على الحبل الشوكي وكسر وتفتيت في العمود الفقري بالأشعاعات بتاع فطبعا أنا مش عايز لعملية جراحة لأن سبعين سنة ما فيش جراحة طب هل في حاجة مثلا للغضروف غير العملية أو للعمود الفقري إذا كان مثلا بالأسمنت أو السراميك اللي قولوا عليه أو أي حاجة من هذا القبيل حشو الكفتيك اللي موجود هو التعامل للكسر في العمود الفقري هو الرأي حضرتك أوكي تفضل طبعا هو ده موضوع بيحصل كل يوم نتيجة حوادث العربيات أو الموتسيكلات أو كده بنشوف كسور في العمود الفقري وده في ساعتها المفروض أن هي وقت الحادثة بنعمل عملية تثبيت للفقرات عشان نمنع تحرك الفقرات وما تضغطش على النخاء الشوكي وما تعملش أعراض ضعف الحركة وعدم التحكم في البول والبراز بعد فترة من الحوادث دي في السن الكبير شوية تلاقي بيحصل هشاشة في العظام ومع هشاشة العظام يحصل أنه الوزن اللي نازل على الفقرات يخليها يحصل فيها تحدب أو أن هي يحصل فيها زي ما يقولوا أو تبقى زي الوتت كده بدل ما هي كبيرة وفقرة كاملة كده تبقى عاملة كده وبالتالي يبدأ الإنسان يحس بألام رهيبة جدا وبالذات مع المشي أو قعدة فترة طويلة وبنعمل في الحالة دي أشعة هشاشة عظام لو بان أنه البون دينستي أو فيها شاشة جامدة وكده بنبدأ نشوف إذا كان في حل دوائي عن طريق أنه نشوف نسبة الكالسيوم والبيتامين دال والباراثورمون والكلام ده أنه نزبط الحاجات اللي بتأثر فيه نسبة الكالسيوم في الجسم لو لقينا أن التحدد بيزيد مع الوقت وأنه بدأ يعمل أعراض وبدأ يعمل ضغط على النخاء الشوكي بالذات لو جزء من الفقرة بدأ يتفتت ويرجع للخلف ويدغط على النخاء الشوكي في القناة العصبية هنا لازم نتدخل والتدخل إما بيكون أنه نعمل تثبيت للفقرات فوقيها وتحتيها مثلا أو أنه نحن لو الفقرة ثابتة في مكانها بس متهشمة نتيجة الهشاشة والحادثة نحن ندخل بدون جراحة عن طريق أنه نحن نحط إبر من الجلد باستخدام حاجة اسمها الجهاز الإيمج أو الجهاز الملاحي وندخل من خلال الإبرة دي إلى داخل جسم الفقرة عن طريق الجلد ونحقن مادة زي أسمنتية بتبقى الأول في صورة لكود أو سيلة أو عاملة زي الجلي كده بحيث أنه نقدر نحطها في الإبرة ونحقنها تدخل جوه العض وفي خلال من خمس لعشر دقايق تبدأ تتصلب داخل العضم وتنشف وتبقى زي العضم الصناعي وبالتالي بنشوف جوه بقى العملية الفقرة بترجع لوضعها الطبيعي مرة أخرى عن طريق هذا الحقن الأسمنتي وده ما بيحتاجش أن المريض يبقى تحت مخدر كلي ده مجرد بنج موضعي بنحقن في الجلد أربع حقن موضعيين عشان دخلة الإبرة المريض ما يحسش بيها ونقدر ندخل من خلال الجلد باستخدام الأشعة داخل حجرة العمليات أو باستخدام الجهاز الملاحي إلى داخل جسم الفقرة ونحقن فيها مادة أسمنتي في طرق أخرى طبعا للعلاج منها أن نعمل حاجة اسمها تردد حراري عشان الألم يروح منها أن نعمل حقن حوالين العصب منها أن نعمل حقن خارج الأم الجافية ممكن أن نعمل حقن في المفاصل بتاع العمود الفقري أو بتاع الحوض إذا كان في سبب للألم يفسره هذه الأماكن يعني الفحص ورؤية الأشعاعات تخلي الدكتور ياخد القرار السليم ويحدد أنسب طريقة لعلاج الألم بالنسبة لكل حالة على حد ناخد اتصال آخر تفضل يا مجم سميع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور لو سمحت الحاج عندي عنده قلطة مخ وأعصاب فمن تسع سنين فدلوقتي الحركة قلت معه خالص فبياخد أطور فالأطور دوت يعني ممكن ياخد حاجة معك عشان هو تعد الكوركترول بيعد معاه هو الجلطة جات له إمتى وسنه قديه هو عنده 68 سنة ومن 9 سنة تمام وعنده أي مشاكل في القلب أو في شرعين الرعبة لا 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 ما فيه تمام أوكي تفضل طيب دي يعني حالة من الحالات برضو شائعة جدا في عيزات جراحة مخ وأعصاب أو مخ وأعصاب عامة سواء مخ وأعصاب بطني أو مخ وأعصاب جراحة بيجي مريض سنه فوق الستين سنة أو فوق الخمسين حتى سنة يقول لك أنا كنت كويس وفجأة حصل لي ضعف في الحركة ومثلا صعوبة في الكلام أو ضعف في الحركة فقط في الإيد والرجل وتنميلة وكده بتشوف كطبيب بقى الحاجات الأسباب بتاعت الكلام ده غالبا بتبقى إما جلطة أو نزيف الاتنين علاجهم عكس بعض فلازم إحنا كده كاترة نشوف المريض ده أنهي واحد فيهم عشان تبدأ العلاج لأن الجلطة بتدي له أدويت سيولة والنزيف ممنوع تدي أدويت سيولة وإلا النزيف هيزيد فبنشوف ضغط العيان بنشوف إذا كان عنده سكر ولا لأ بنشوف طريقة الأزمة جات إزاي إذا كانت مفاجأة ولا حاجة بالتدريج بنشوف إذا كان الضعف اللي موجود ضعف كامل وشامل كل العضلات بتاع الإيد والرجل ولا ضعف جزئي بنفحص الأعصاب الاثناشر بتاع المخ نشوف فيهم تأثير ولا لأ ونقدر أنه نقول من الفحص ده أنه ده أكتر ماشي مع جلطة أو مع نزيف الأشعة المقطعية الحسن الحظ بتشخص الحكاية ديت في خمس دقائق نحن بنلاقي أنه النزيف بيبان من أول لحظة لونه أبيض والجلطة على حسب إذا كان الجلطة حديثة جدا في أول كم ساعة أو أول 24 ساعة ما بتبانش في الأشعة المقطعية إلا إذا كان لها أثر كبير يعني إلا إذا كان حجمها كبير قوي وضغط على المخ وعملة شفت يعني زق جزء من المخ على النحية التانية بنبقى متوقعين أنه في حاجة صحيحة هي مش بينة إنما أثرها بين فنبدأ نعمل أشعة رنين مغناطيسي ودي بتبين الجلطة من أول دقيقة زي ما بيقولوا نتيجة أنه بنقدر عن طريق أشعة الرنين مغناطيسي نحدد الجزء ده من المخ وصله دم بنسبة نورمل أو طبيعية زي النحية التانية ولا لأ ودي بتبين زي ما بيقول من أول دقيقة ونبدأ العلاج على طول في الحالات اللي زي دي ونشوف الحاجات المصاحبة بقى يعني نشوف إذا كان في مشكلة في القلب إذا كان في مشكلة في شرعين الرقبة إذا كان في حاجة في الضغط في السكر ونبدأ إذا كانت جلطة ناخد أدوية سيولة ومعها أدوية من المنشطات والمكملات لوظيف المخ وإذا كان في بقى حاجات تانية نعالجها إذا كان الكوليستيرول نعالجه ضغط نعالجه سكر نعالجه مشكلة في القلب مشكلة في شرعين الرقبة وهكذا عشان الجلطات دي طالما في سبب ممكن تتكرر مرة تانية وتيجي في نحية تانية وهكذا فلازم ناخد العلاج ده بصفة مرتزمة عشان نمنع حدوث تكرار لمثل هذه الجلطات ناخد أستاذ محمد تفضل أعرف أن المساء الصح من عند سؤالين يا دكتور بادس من السامة من عند سؤالين يا دكتور بادس الأيه؟ من عند سؤالين بعدس أه تفضل يا بي كان عندي سواء يا دكتور بردزام بس المشكلة يا دكتور بناخد متاسمه والسواء بيخفه وبيرجع تاني حدود اكتفتنا بي يا دكتور بادس السؤال التاني والسؤال التاني في خوشينة الربا ما لهاش حال يا دكتور بناخد علاج مسكنات وعدوية والسزام لمدة سفة شهور والحات يا دكتور بس ما فيش نتيجة بيتسكين وبيترجع تاني خوشينة الربا تمام تفضل السؤال الأولاني هو سؤال الصداع عموما فده موضوع كبير قوي لازم نقعد نتكلم فيه ساعات عشان نوصل لأنهي نوع من أنواع الصداع اللي بيشتكي منه المريض إنما اللي عايز أقوله إن طالما الصداع ده بيتحسن بمسكن وبييجي في أوقات المريض فيها بيبقى قلقان أو تعبان أو بازل مجهود جامد أو عنده نقص في السكر نتيجة أنه صايم فترة طويلة أو مكلش فترات طويلة أو عامل مجهود جامد ومش مصاحب لها أعراض ارتفاع ضغط المخ من غمما النفس وترجيع وتشنجات وضعف في الإبصار وزغلالة في العين ورؤية مزدوجة وحاجات ضعفة في الحركة وكلام من ده بيبقى غالبا ملوش سبب عضوي وبناخد له علاجات على حسب بقى نوع الصداع اللي موجود عند المريض سواء كان صداع نصفي أو صداع عصبي أو خلافه العلاج ده بيحسن الوضع وأحيانا بنحتاج نمشى على العلاج فترة من ثلاثة لست أسابيع قبل ما نبدأ نوقفه وناخده عند اللزوم عشان ما يتكررش الحكاية ده نعم موضوع خشونة الركبة ده الحقيقة ده موضوع يخص ده كترة العظام تخصص الركب عشان يقدروا يقولولك الخشونة العظم دي سببها إيه هل في مشكلة في الأربطة هل في مشكلة في العظم نفسه هل في سائل داخل الجوينت أو المفصل بتاع الركبة يعني سبب الخشونة بيتوقف عليه سبب العلاج ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا مجرد أنه مثلا زيادة في نسبة النقرس ويعمل زي سائل داخل تجويف الجوينت أو المفصل بتاع الركبة ويبقى علاجه أنه نعالج النقرس ونحط إبرة ونشفط أو نسحب السائل المتجمع ونعمل تمرينات علاج طبيعي لتقوية العضلات والأربطة عشان نمنع تجمع السائل ده مرة أخرى بديك مثال يعني إنما فيه أسباب كتيرة وأكيد أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة العادية تشخص السبب ودوكاتة العظام يبتدوا معاك العلاج المناسب إن شاء الله ناخد صالت تاني تفضل تفضل ايفن نظرا دكتور لو سمعت تورم الرجلين بنتحتfeed ده مش فاهم يعني إيه تورم الرجلين من تحت يعني الرجلين فيها ألم من تحت ودوس على كده يعني تلجابها الوارمة شوي ثانية حتة اللي فيها واجع الرجلين نفسة من تحت استقين يعني تحت استقين بالشرح تحت الإيه تحت استقين حضرتك الرجلين نفسة من تحت مكان الشرق آه أوكي وفيه زي الوجع ده في الكفين كمان من الحاجات الشائعة جدا اللي بنشوفها كتير قوي اللي هو التهاب الأعصاب الطرفية يجي لك المريض يقول لك أنا يعني عندي كفوف رجلي من تحت بحس زي ما يكون ماشي على كياس رمل أو في تنميلة جامدة أو حاسس أنه نتيجة التنميلة دي أنه الأدم وارم أو زي ما يكون أدمي الجلد بدل ما هو المفروض يبقى كده بقى حاسس به أنه سميك وماشي على سفينج كده أو ماشي على فوم يعني العينين بيوصفوها بوصفات توحي بأنه في تنميل في هذه المنطقة أو عدم ارتياح في الإحساس أثناء المشي أو حتى وهو قاعد وده سبب التهاب في الأعصاب الطرفية وده غالبا بيبقى سببه أنه الدم اللي واصل للعصب بيبقى كميته قليلة نتيجة أنه بيحصل ديء في الشرايين اللي بتغزي العصب وأشهر الحاجات اللي تعمل الكلام ده أن المريض يبقى عنده إصابة بمرض زي السكر السكر بيبقى مشهور أو أنه بعد فترة من خمس لعشر سنين يبدأ يأثر على الشرايين الصغيرة والمتوسطة ويقلل حجمها نتيجة أنه بيرصب فيها مواد زي الكوليستيرول وخلافه فالدم اللي واصل للعصب يقل فيبدأ يحصل تنميل في أبعد حتة من القدم اللي هي أسفل مشت الرجل والقدم من الأسفل وممكن يجي نفس الكلام في كف الإيد ففي الأحوال اللي زي دي بنيدي علاجات للتهاب الأعصاب الطرفية وبنزبط السكر وبندي كمان حاجات من المغزية للعصب اللي هي بيعتمد عليها العصب في نشاطه وفي عمله ودي بتحسن كتير جدا من وظائف العصب وبتحسن كمان من بالتالي الإحساس بالتنميل أو بالواجع بالذات مع المجهود وبالذات في المرضى اللي هم عندهم شيء مسبد للتهاب الأعصاب الطرفية وأكثرهم شيوعا هو طبعا مرض السكر اللي بيبقى قاعد مع المريض فترة طويلة يعني المريض دايما بيبقى مستغرب إنه بيقولك أنا بياخد علاج السكر والسكر عندي منتظم ومش عالي ومع ذلك عندي الألم ده الألم مرتبط أكتر بالفترة اللي فيها مرض السكر بقاله المريض عنده سكر قد إيه أكتر من عشر سنين تتوقع إنه يبدأ يشتكي من التهاب الأعصاب الطرفية ونبدأ العلاج بالطريقة اللي وصفتها ناخد اتصال تاني نادة تفضلي حضرتك يا دكتور حضرتك يا دكتور كنت عادة سألك سؤال هو التوتر بيجي من زراخ الغضروف ولا هو الوحده؟ التوتر يجي من زراخ الغضروف ممكن يعني لو عندك وجع جامد نتيجة الانتظار الغضروفية ممكن يعملك توتر أنا أخذ عليك بس أنا عنده عشرين سنة أوكي منت بتشتكي من إيه؟ شلق ما بقدرش أنام على داخل وإيه تاني؟ وقالب بمسيش خالص خالص يعني وداش همش خالص كده وردني اليمين وعداش أحفظ عليهم أوكي ما عملت كذا أشاع فعل رد لك في الوحده تمام هرد عليك تفضل في تصال تاني؟ أوكي حاجة فاطمة تفضل عليهم الحاجة زينا بمعاون أهلا بك أهلا بحضرتك يا دكتور لو سمحت عزة أسأل حضرتك سؤال تفضل عليهم أنا عندي ستين سنة أي ودلوقتي يعني عندي بجلس ضعف لمؤرزة فوقها فاية من ورا من راسي أوكي صداع هو لسه مستجد عشان كان فيه يعني حالكي نفسي عشان بسبب المرض زوجي وكده أوكي فأنا متوتر على طول صداع دلوقتي عمل لزغلالة في عناية جمدة أوكي وباخد مسكنات ويرجع أوكي وعندي ارتجاع في المعدة آه فرأيك حضرتك يعني تفيد من ما يبارك له لا تفضلي بتتعالجي من أي أمراض زي ضغط أو سكر أو حاجة لا الحمد لله فضل ربنا طيب هاي أوكي تفضلي يا فن طيب بالنسبة للسؤال الأولاني في السن الصغير 20 سنة ما يبقى عندنا واجع وفي أسفل الظهر وبينزل في الرجل وفي صعوبة في الحركة وكده لازم بسرعة نعمل أشعة عادية وأشعة ترانيم مانوتيسي إذا كانت هي عملتها ومشخصة أنه فيه نزلاخ غضروفي على حسب درجة النزلاخ الغضروفي نقدر نحدد العلاق درجة أولى وتانية بيبقى علاج دوائي وراحة وعلاق طبيعي درجة ثالثة وربعة بتحتاج تدخل جراحي سواء كان بالمنظار أو بالميكروسكوب أو خلافه بنقول كده ليه؟ لأنه لو أهملنا لنزلاخ الغضروفي في سنه صغير بيبدأ الغضروف ده يخرج من الخدمة ويضغط على العصب ويعمل فيه مشاكل كبيرة قوي وفي نفس الوقت يبقى معرض الغضروفي اللي فوقيه سليمة تشيل وزن أكتر بقى وحملة أكتر بعد الغضروف اللي تحتها ده ما طلع من الخدمة وبالتالي في الحالة دي لازم نتصرف بسرعة الصداع الحجة فاطمة لازم تعملي فحص قاعين وتقيسي الضغط وناخد العلاج المناسب للحاجات دي زائد أشعة غنيم مغناطيسي على الموقع عشان نتطمن أنه مفيش سبب عضوي ونتمنى لجميع السلامة في الختام وإن شاء الله على وعد في لقاءات أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته